مصادر خاصة من الغوطة الشرقية لتلفزيون سوريا أن موجة استقالات تسري بين معلمي المدارس بسبب ضعف الأجور الشهرية قياسا بالمصاريف وقال معلمون أن قلة عدد المدارس أدت إلى تكدس الطلاب في الصفوف واضطرار بعض المعلمين إلى التنقل بين مدن الغوطة الشرقية بأجور مكلفة نتابع القصة الآتية ونعود بعدها للنقاش لا يمكن حتى لمرآة سحرية أن تجمل واقع هذه المدينة فما مر عليها من دمار وحصار وتنكيل لا يزال يطارد حاضرها وإذا كانت الأمم تقاس بمستوى تعليمها فهذا ما بقي عليه حال التعليم والمدارس في الغوطة الشرقية كاميرا تلفزيون سوريا دخلت إلى مدن دومة وزملكة وحرستة بالغوطة الشرقية والتقت مع مجموعة من المدرسين الذين ارتبطت قصصهم بخيط واحد وهو سوء أوضاعهم المعيشية نظرا لتدني رواتبهم التي مع عدت تغطي كلفة تنقلاتهم ما أجبرهم لترك مهنة التعليم بشكل نهائي أو العمل بمهن إضافية حتى يتمكنوا من تأمين قوت يومهم بعض المدرسين أشاروا إلى طرارهم لقطع مسافات تصل إلى عشرة كيلومترات وبشكل يومي للوصول إلى مدارسهم وبالرغم من تقديم العديد منهم طلبات لمديرية تربية ريف دمشق من أجل نقلهم إلى مدارس قريبة من مكان سكنهم وتخفيف جزء من المصاريف لكن بلا جدوى فضلا عن سوء الخدمات في المدارس واكتظاظ الغرف الصفية فقد يضم الصف الواحد أكثر من 45 طالبا بسبب خروج العديد من المدارس عن الخدمة حتى اليوم وعدم العمل على تأهيلها من قبل المسؤولين في التربية أحد المدرسين قال لنا أنه استقال من عمله بسلك التعليم وانتقل الآن للعمل بالزراعة فراتبه الشهري بالكاد يكفيه لعشرة أيام ولا خيار أمام المعلم إلا الدروس الخصوصية التي تستنفذ طاقته ووقته في حين أخبرتنا مدرسة في المرحلة الابتدائية من دوما إنها تعمل في مجال الخياطة داخل منزلها كعمل إضافي مع عملها في مجال التدريس لكي تستطيع العيش وتأمين مستلزمات الحياة لها ولأطفالها الذين تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات إلى سبعة ينضم إلينا هنا في الستوديو أصحفي يوسف البستاني الحديث أكثر عن الموضوع مرحبا بك يوسف يعني ربما من يجهد هذا التقرير يقول أن هذا هو حال كل المعلمين في كل المناطق السورية ليس فقط في الغوطة ما الذي يحصل بالضبط في الغوطة الشرقية مع المعلمين وفي القطاع التعليمي بشكل عام؟ طبعا بداية القطاع التعليمي في الغوطة النظام في سنوات الثورة قام بتدميره بالكامل نتحدث عن المدارس تحديدا لا توجد أنا كنت في الغوطة خلال سنوات الثورة ما بتذكر أنه في مدرسة واحدة يعني المدرسة المحظوظة كتير تعرضت ربما لغارة أو غارتين فقط من الطيران الحربي الفراغي المدمر يعني طبعا في مدارس دمرت بالكامل حتى نحن موجودين بالغوطة أعدنا تأهيل الكثير من المدارس يعود النظام ويقصف المدارس كانت بالنسبة له نقاط رئيسية لعمليات القصف اليومية هي وروسيا وإيران حتى هذه بداية فهي عنده مشكلة بالبنية التحتية التعليمية الطاقة الاستيعابية هذه أول نقطة المشكلة الثانية التي واجهت النظام أنه في جزء كبير من السوريين اللاجئين والنازحين والمهجرين والمعتقلين هم من المعلمين الذين هجروا إلى الشمال السوري أو خرجوا إلى خير سوريا فعنده مشكلة ثانية بالمعلمين والكفاءات التعليمية المناسبة لتعليم الطلاب فنحن أصرنا مشكلتين المشكلة الثالثة هي الأجور التي غير معقولة المدرس اليوم المدرس في الغوطة الراتب الذي يحصل عليه شهريا يكفيه يومين أو ثلاثة فقط لا غير يعني في شيء غير معقول من فترة النظام لحتى يحاول يخفف من هاي المشاكل اقترح بشكل منفرد في الغوطة اقترح مدراء المدارس أنه يصير التعليم ثلاثة ياما أطلب الأسبوع يعني جمعة جمعة سبت أحد السبب الرئيسي هو مراعاة المدرسين لأنه ما حاسين يزيدون لهم الرواتب والمدرس عنده عمل آخر طبعا كل المدرسين في الغوطة عندهم عمل إضافي الكل والمجمل يعني بكل سوريا يمكن طبعا طبعا لسه بكل سوريا هو المطبع المشابه لأنه الراتب نفسه اللي ياخده المدرس في الغوطة واللي ياخده في اللازقية ولكن قد يقولون أن الغوطة هي منطقة صغيرة والتنقل فيها أسهل من أن تكون في منطقة كبيرة أو مدينة كبيرة مثل دمشق ألا يغفر هذا لهذا؟ المشكلة أنت تخيلي لو مثلا معلم المدرسة بعيدة خمسة كيلومتر وعلى مسافة عادي بالغوطة أي مدينة مثلا كانت سأبه أذا هو ساكن بأول المدينة والمدرسة في نهاية المدينة أربعة كيلو خمسة كيلومتر طبعا كيف بده يتنقل؟ لا يكفي مواصلات فقط اليوم المعلمين بالغوطة اللي عم يعلموا بالمدارس هم يدافع إنساني وليس أنه يعتبروه أجر وعمل وشغل باللسفة إلا أنه هذا عمل إنساني لأنه في مين لازم يقوم بهذه المهمة بالنهاية التعليم هي عملية إنسانية طبعا النظام هو غير مكترس صار عملية تخفيف صار يجمعوا كل الطلاب أنا سمعت أن الأعداد تكون خمسين طالب وستين طالب بصف حتى أنه في بعض الصحوف عم يكونوا أربع أطفال بمقعد موت لأثلاثة يعني موضع جدا مأساوي صار عملية بعض الترميم لبعض المدارس من قبل المنظمات تابعة للهلال الأحمر يعني الأمم المتحدة بشكل أو بآخر ولكن دعم العملية التعليمية النظام ترك الوضع على حاله عم يسوء دائيا لأن الأجر ما عم يرتفع والتضخم عند نظام ممكن عشرة ألف بالمية وصل مقارنة من بداية الثورة قبل أن ننتقل إلى الفكرة الأخرى ذكرت الهلال الأحمر يعني النقاط للهلال الأحمر واليوان هي ما زالت فعالة وتعمل هل تغطي أيضا قطاع تعليمي في الغوطة الشرقية لا أطلقا الحاجة جدا كبيرة طبعا هناك أمر آخر بعض المناطق النائية في ريف دمشق وليس فقط في الغوطة هي يعني خارج يعني خارج التاريخ كل ما تعني الكلمة معنا الكثير من المناطق لا يوجد أطلاقا لا مدرسة ولا صف أول ولا صف تاني في مدرسة بس مغفل يعني لا في معلم ولا في بنية تحتية ولا أجور ولا عملية تعليمية ولا متوقفة أنا رصدت عدة قرى في ريف دمشق هيك الوضع يعني وهذا الحكي من سنوات هني هيك بدون تعليم وعود كل مرة بقولون يعني أنه بتحبوا فيها هي المدرسة بعيدة 20 كيلو طيب هو في عنا أزمة مواصلات وأزمة كهرباء وأزمة مياه وأزمة تدفئة يعني كل هاي الأزمات بتأثر بتأكيد ومثل ما خبرتك أنه المدارس في الغوطة هي تقريبا مدمرة بشكل إما كامل أو شب أو جزئي فهو عنده مشكلة بالبنية التحتية المعلمين ما فيه حتى المعلمين اليوم اللي عم يدرسوا بالغالب هني في جزء كتير منهم هني غير خريجين أو لا يكملكون الكفاءة أو 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 بكل بساطة لأنه أنا بعرف الكثير من المعلمين الأكفاء فورا عم يطلعوا يتهافروا برسوريا عم يأخذوا لأنه هني أصل عنده يملك الخبرة يعني وشو بدأ يستنى بيطلع بأي دولة بيأخذ أجر عالي أجر محترم كمان بالنهاية هو إنسان بده عنده مستقبل وبيتطور حاله فاليوم هيك أنا بعرف كذا يعني كذا استاذ بالغوطة هني من الناس اللي تملك كفاءة عالية جدا هني شيء اليوم بالأردن شيء باللبنان طلعوا مؤخرا يعني من السنتين الأخيرات السبب أنه خلص أنه وبعدين أجر مافي أوكي عملية إنسية بالنهاية التعليم عملية إنسانية فالناس بقيت صار تطلع تبحث عن حل اليوم المعلمين الموجودين اللي عم يدرسوا هني ما عندهم غير هذا المورد ما عنده خيار تاني يعني أو ما عندهم هنية أخرى يعني وطبعا ما في مهان أخرى مجبرون أخرى الوضع الاقتصادي سيء إذا ترك التعليمين حيروح شو يشتغل طب طب وماذا عن الأطفال هل تسير رغم كل تلك الظروف هل تسير العملية التعليمية بشكل طبيعي هل الأطفال يذهبون إلى المدارس عدد الأطفال المتعلمين هو بالسياق الطبيعي أم هذه الأمور أيضا تؤثر على الأطفال وعملتهم التعليمية ما أتوقع أنه اليوم في مناطق النظام وتحديدا المناطق اللي مغضوبة عليها اللي كانت هي ثائرة ونسيطر عليها النظام بالقوة العسكرية وبالإرهاب والقصف فيها عملية تعليمية ما أتصور أنه فيها عملية تعليمية والنظام غير مهتم أصلا بهذه المناطق تعلموا ولا ما تعلموا ولا راحوا على المدارس أبدا غير مهتم أطلاقا هي يعني مناطق بغئت على حالة بعض ما دمرها النظام غير مستعد لتنظيف هذه المناطق وترحيل الدمار فما بالك بالعملية التعليمية التي تحتاج دول بحد ذاتها تحط خطاط ودراسات وستعين بمراكز خارجية لتطوير العملية التعليمية لا النظام غير مهتم أطلاقا وهو أصلا شو اللي وصل اليوم لعملية التعليمية بالغوطة اللي تكاد تكون في نهايتها أنه النظام ما يأخذ ولا إجراء يعني المعلمين بيأدموا شكاوي بيأدموا طالبات أنه مثلا في سنوات البرد أنه ما عنا محروخات ما مهتم بالنظام في مثلا مدارس اللي جزئية مدمر بالشتة بصير بيدلو في السقف مي مو مهتم أبدا طب مبارح أيضا ببرنامج لمشمل صلتنا الضوء على منطقة قطنة والاحتجاجات الأخيرة يعني محاولة الناس أن يكتبوا على الجدران حبارات مناهضة للنظام هل كل هذا الضغط سوف يفجر المشهد من جديد قد نشهد بالغوطة ذات الممارسات لتحصل في قطنة بسبب أيضا سوء الخدمات وتهميش هذه المناطق صراحة الأهالي في الضغطة هم متعبين بدرجة عائلة جدا هني من جوه ما حابب النظام ولا بريده بس هني وصلوا لمرحلة الاستنذاف اليوم بتوقع أنه إذا حد بده يطلع هي مثل ما صار اليوم بالسويدة ولا قطنة هاي المناطق اللي النظام كان عمي كذب عليهم ويقول لهم أنا بس سيطر على هاي المنطقة حيصير أوضاعكم أحسن بس سيطر ولا حلاب لح تروؤه بس سيطر على باب عمر يا سلام لح أخذ الغوطة لح تعيش خلاص انتهيت خلاصيت انتهيت وهو كذب 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 العالم عم تطلع أنه أنا السنة عم ترحى مع السنة اللي قبلها الوضع أسوأ صاروا يشعروا أنه موضوع هذا بحكي هلأ صار يقول لهم والله بس ناخد طب أنه أنت عم تاخد هاي المناطق ووضع لورا وين المشكلة وكأنها أخذت لتعاقب يعني تماما صار إلهم والله حيصار يعني صار كتر الكذب النظام استنفذ الكذب فاليوم السوريين بالعكس يعني لسه اللي كانوا رماديين اليوم هني اللي بلشوا يشعروا أنه هني أمام أنه لازم نعمل شيء لازم بالآخر نطالب بشيء وأنا بتوقع هي هاي الفئة اللي عم تتحرك إن كانت بقطنة أو حتى بالسودة هي الفئة اللي كانت صامتة يعني هي مو مع النظام ولا ندمجت بثورة بشكل عمي وكانت شوي مصدق هالخطاب إنه ممكن والله بس أنا خلص داعش وبس خلص حلاب وحم هني تتظروا من النظام كل هاي الإجراءات وبالآخر اليوم هلأ عم نحكي مثلا عن عملية تعليمية شبه متوقفة معلمين طبعا العملية التعليمية بالعادة بيكون فيه إلى رقابة لأنه معلم ما بيشتغل هيك من واحده يعني بس النظام أنا من فترة رصد من عدة أشهر التعليم في الغوطاء كان الحديث إنه النظام زود أطلة إطافية هذا حكي من عدة أشهر وليس مؤخرا لسبب إنه شكاوي المعلمين بطلبات زيادة الراتب فلحتى يلاقي حل إنه أوكي عطلوا يوم زيادة ومشان يخفف لهم مواصلات على المدارس حتى سوفي معهم بس أنا بتوقع إذا بيستمر هيك الوضع بدأت وقف العملية التعليمية وكأنه هذا الحل يعني بكل أحوال شكرا جزيلا لك على أمل يعني أن نستضيفك بمرة أخرى ويكون الوضع أفضل بالغوطة شكرا جزيلا لك يوسف العستاني كنت معنا في استوديو جمعية الهجرة واللاجئين في اسطنبول تختطي مدورة لدمج السوريين بالمجتمع التركي هذا ما سنتوقف عنده في ملفين آلات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة